في الوقت الذي تستمر به الدوريات المشتركة بين روسيا وأنقرة شرق الفرات شكك وزير الدفاع التركي خلوص أكار بانسحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقصد من المنطقة الآمنة لكنه تفائل بالتغلب على التحديات شرق الفرات من خلال التنسيق مع الروس نواجه بعض التحديات هناك أثناء تنفيذ هذه الدوريات ولكن من خلال التنسيق والتواصل مع الروس فإننا نتغلب على هذه التحديات وأعتقد أن الدوريات ستنجح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة رغم بعض التصريحات الشفوية والمكتوبة السابقة من الروس بأن الإرهابيين قد أخلوا تماما هذه المناطق نعتقد أن بعضهم ما زال موجودا هناك ولكن كما قلت بتنسيقنا مع الروس سنتغلب على هذه التحديات سبق اللقاء تسير الدورية البرية العاشرة بين أنقرة وموسكو شرق الفرات دورية جرت على مسار بعمق 9 كيلومترات وامتداد 38 كيلومترا شاركت فيها أربع مركبات برية من كل جانب بالإضافة إلى طائرات مسيرة قبل انطلاق الدورية العاشرة كان وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف قد رأى في الدوريات التركية الروسية المشتركة في الشمال السوري تأكيدا على سريان اتفاق سوتشي المبرم بين الطرفين حيال الأوضاع في تلك المناطق لكنه اعتبر تأخر تطبيق بنود اتفاق سوتشي في بعض المناطق بشمال سوريا أمرا طبيعيا الاتفاق جاء بعد انتهاء مهلة تعليق عملية نبع السلام العسكرية شرق الفرات والتي أطلقتها تركيا في التاسع من الشهر الماضي ليبقى السؤال هل ستنسحب وحدات حماية الشعب التابع لقسد من المنطقة وفق اتفاق سوتشي أم أن أنقرة ستكون مضطرة لاستئناف عملياتها العسكرية